من تونس معي دكتور عليّا العلان الخبير في الجماعات المتشددة مساء الخير أهلا بك معنا دكتور عليّا إذن نتحدث عن ألمانيا نتحدث عن أستراليا التي تحبط أيضا مخططا لهجوم إرهابي في ميلبورن نتحدث عن مناطق عديدة تتأهب لموضوع ذئاب المنفردة ما مرحلة الخطر التي يعيشها العالم اليوم قبل نهاية العام؟ هي بالتأكيد هذه التهديدات كان قد وقع الإعلان عنها منذ فترة وتحدثت تقارير أمريكية عن قرب حدوث عمليات إرهابية في أوروبا اليوم أو البارحة أستراليا أحبطت عمليتين إرهابيتين قبل أن يتم تنفيذهما وأعتقد أن هناك أيضا عمليات أخرى في أوروبا بصدد التحذير وقد أعلنت فرنسا عن حالة التأهب القصوى إذن تقريبا هناك استنفار كبير من هذا النوع من العمليات الإرهابية المعروف باسم الذئاب المنفردة كما ورد في تقريركم ويبدو أن هذا الأسلوب هو الذي سيكون مستعملا بكثرة من طرف داعش بعد أن تم إخراجها من الموصل ومن جزء كبير من سوريا وبالتالي فهذه تعتبر أحد التداعيات لهذه التنظيمات الإرهابية وبالتالي هذا يطرح تساؤلا كبيرا هل أن الاستراتيجية القادمة لمقاومة وضرب داعش هل هي نفس الاستراتيجية المستعملة في السابق بالتأكيد لا لأن هناك أسلوبا جديدا قبل التحدث عن تهيئة الدول لمواجهة داعش داعش والجماعات الإرهابية كيف ستختلف هذه المرة عن سابقاتها في المخططات خاصة أننا نتحدث كما ذكرت حضرتك عن آخر معقلين أهم المعاقل للتنظيم إن كان في الرقة أو في الموصل كيف ستختلف تكتيكات التنظيم المتشدد هذه المرة يعني التكتيكات تختلف باختلاف الظرفية هو بدون شك مسألة اللجوء إلى الذئاب المنفردة في الوقت الحاضر أصبحت أكثر بكثير مما كان في السابق لماذا؟ الجواب هو أن داعش لم تعد أمامها خيارات كثيرة داعش كانت في السابق تعتمد الذئاب المنفردة كأحد الخيارات ولكنها كانت تلجأ إلى المواجهات المباشرة لأنها كانت تمتلك الأرض والثروات فاللجوء إلى الذئاب المنفردة هو أيضا اعتراف بأنه لم تعد لها تلك السطوة وتلك القوى هذا أولا وثانيا داعش أصبحت الآن عملياتها تشبه عمليات القاعدة وبالتالي لم تعد هناك اختلافات كثيرة ولم تعد لهذا التنظيم تلك الهالة لكن لا يجب أن ننسى أن مسألة الذئاب المنفردة هي ستكون من بين الطرق والأسليم التي يجب على المجتمع الدولي وعلى التنظيمات أيضا السياسية وعلى الحكومات أن تفكر في استنباط أحسن الطرق لمقاومة هذه الوسائل وهي العمليات الذئاب المنفردة ما هي هذه الطرق؟ أنجع الطرق التي أثبتت نجاحها في السابق أنجع طرق إلى أي درجة تنسيق الأمن بين الدول هو مهم وحاضر هذه المرة كما قلت موضوع الذئاب المنفردة ليست بجديدة موضوع العمليات الإرهابية هذه خاصة في الدول الأجنبية الأوروبية تحديدا قبيل السنة الجديدة أيضا ليست بجديدة هي الآن الحرب ضد داعش في الفترة القادمة هي حرب استخباراتية بامتياز لم تعد هناك حرب مواجهة مباشرة عندما نأخذ مثال أنيس العامري هذا الإرهابي التونسي كيف تمت الإطاحة به؟ تمت الإطاحة به عن طريق توارد معلومات من أصدقائه المغاربة الذين تم احتوائهم من طرف المخابرات المغربية وتم إعلام السلطات الألمانية إذن الحرب القادمة هي حرب استخباراتية بامتياز وهي حرب تعتمد على المعلومة وتعتمد أيضا على معرفة دقيقة بتلك الشبكات ولكن هذا لا ينفي أن أوروبا الآن هي في وضع صعب من حيث كيفية مواجهة هذا الخطر الإرهابي ولن تستطيع أوروبا لوحدها أن تواجه هذا الخطر إلا بالتنسيق الكامل مع الدول العربية ومع عدة وخاصة الدول التي كانت توجد بها هذه التنظيمات بكثرة وأعتقد أن أيام داعش كتنظيم متكامل هي بصدد التلاشي ولكنها ستصبح تنظيما إرهابيا يشبه إلى حد كبير تنظيمات القاعدة وبالتالي ستكون التكتيكات والطرق التعامل تختلف عن تلك الطرق السابقة أكثر خطورة مما كان علي هذا ما حكي عندما بدأ الحديث عن نهاية داعش هناك مخاوف من ظهور ذئاب منفردة وما إلى ذلك أخطر من داعش لا أعلم إذا كنت وافق هذا الموضوع وموضوع التقرير الدولي الذي يتحدث اليوم عن قيام داعش بإلزام 1500 إرهابي بتنفيذ هجمات في أوروبا إلى أي درجة يؤكده موضوع أن آنيس العامري هو كان أعلى المبايعته للتنظيم قبل يوم واحد فقط من قتله يعني مسألت الإعلان عن مبايعة داعش هذه بطبيعة الحال التكتيكات التنظيم المبايع هي موجودة ولكن تم استخدامها في الوقت الذي اخترته داعش ولكن أعتقد أن هناك أيضا نقاط استفهام كثيرة فهذه العمليات الذئاب المنفردة يمكن أن يكون جزء منها يعني صحيح بالكامل ويمكن أن يكون جزء آخر منها فيه تساؤلات وفيه استفهامات كثيرة ولكن بالتأكيد خطر داعش في الذئاب المنفردة أعتقد أنه سوف لن يطول كثيرا لأن عملية الذئاب المنفردة يمكن أو من السهل احتوائها إذا ما كانت هناك تقنيات استخبارية متطورة جدا وأعتقد أن لجوء داعش للذئاب المنفردة هو بداية النهاية لهذا التنظيم الذي شغل الناس أكثر من سنتين أو حوالي ثلاث سنوات أنا أشكرك جزيلا على هذه المشاركة معنا دكتور علي من تونس الخبير في الجماعات المتشددة دكتور علي العلاني ترجمة نانسي قنقر